بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيجوا في قناة تفسير احلام والركياء الشرعية. انهاردة هنتكلم عن رؤية موت البنت في المنام. احنا عملنا فيديو قبل كده عن موت الادم. انهاردة هنتكلم عن موت البنت. اولا اه رؤية موت البنت في المنام من الرموز اللي ممكن تدل على هم وعلى ديئة وعلى عسر في امر ما. كمان موت البنت في المنام من الرموز برضو اللي بتدل على ديئ في الحال. وعلى ديئ في الرزق. كمان موت البنت والبكاء عليها بشدة من الرموز اللي بتدل على فرج وعلى رزق واسع وعلى فاك قرب. كمان موت البنت بشكل عام من الرموز اللي ممكن تدل على الندم. والندم تجاه امر ما في حياة الرأي. كمان موت البنت من الرموز اللي ممكن تدل على الهم وعلى الغم. ممكن يعيشه الرأي في الفترة المقبلة. كمان موت البنت ممكن تدل على ازمات مالية هيتعرض لها الرأي. كمان ممكن يدل على احداث غير محمودة. كمان موت لما تشوف البنت العسبان عندها بنت وان هي اه توفت. فمن الرموز اللي بتدل على انتهاء هامة او انتهاء مشكلة. المرأة المتزوجة لما تشوف ان بنتها ماتت في المنام. فبرضو من الرموز اللي بتدل على انتهاء مشاكل ممكن تقع بينها وبين اهل زوجها او بينها وبين زوجها. كمان لما تشوف المرأة المتزوجة ان هي بتدفن اه بنتها في المنام. فدي برضو من الرموز اللي بتدل على تفريغ. اه قرب على اه حياة سعيدة مع اه زوجها. اه كمان البنت اه المرأة الحامل لما تشوف ان بنتها اه ماتت. اه في برضو ده خلاص من هموم او خلاص من احذان. اه كمان موت البنت ليه المرأة الحامل احيان بتدل على ولادة اه سهلة اه ولادة اه ميسرة. اه بالنسبة ليه الرجل موت البنت بالنسبة ليه الرجل فده بتدل على هم او حزن شديد هو هيمر اه بيه. كمان موت البنت من الرموز اللي بتدل على وقوعه اه في اه مشاكل اه و مشاكل كتير. كمان موت البنت ليه اه 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 لرجل برضو من الرموز اللي احيانا بتدل على دي اه او على هم فمن الرؤى اللي غير اه محمودة بالنسبة للرجل. كمان موت البنت الزغيرة في المنام احيان بتدل على توبة وعلى ابتعاد الشخص عن معصية او عن زم. موت البنت الرديعة في المنام اه للاسف ده شر او ضرر او ازا هيتعرض ليه الرأي. موت البنت اه في المنام والبكاء عليها اه بشدة من الرموز اللي بتدل على فرق وعلى تخطي اه صعوب او حل اه مشاكل كان اه الرأي بيمر بيها. اه كمان رؤية البنت ان هي اه ماتت ورجعت تاني اه للحياة. اه رؤية موت الطفل وي اه رجوعه مرة تانية اه ليه الحياة او عودته مرة تانية ليه الحياة اه من الرموز اللي بتدل على مشاكل اه كان انتهت خلاص او اتحلت ولكن هتعود مرة تانية او هتظهر اه مرة تانية. اه لما يشوف الشخص ان في اه طفلة اه مجهولة هي اللي اه اه توفت في المنام. اه اولا من الرموز اللي بتدل على مرحلة جديدة هيدخل فيها الرأي المرحلة دي هتكون مرحلة فيها استقرار. كمان موت طفل اه اه مجهول او مش معروف للشخص وتشوف انه ملفوف بالكفن فده زواج اه قريب. كمان الختاء العزباء اما تشوف ان في اه طفلة هي اللي اه اه توفت. فدي من الرموز اللي شوية بتكون غير اه طيبة. فممكن تدل على خسارة اه شيء او خسارة اه شخص مهم اه في حياتها. والشخص او الخسارة دي هيسبب لها حزن اه شديد. اه كمان بكاء الابن او الامود الابن او البنت والبكاء عاديه. فآآ من الرموز اللي بتدل على تفريغ هم على تيسير في اه امور الرأي. كمان بتدل على طول عمر لالابن او لالبنت. آآ كمان رؤية موت البنت البكرية او البنت الكبيرة آآ للرأي. آآ رؤية موت البنت الكبيرة آآ برضو من الرموز اللي بتدل على احداث سارة آآ قادمة آآ للرأي. آآ كمان على سعادة على رضا على اخبار آآ سعيدة. آآ كمان آآ من الرموز برضو اللي بتدل على استقرار في حياة الشخص لو كانت امرأة. فاستقرار في حياتها سواء كانت آآ متزوجة. فاستقرار في حياتها مع آآ زوجها. آآ كمان آآ من الموت البنت الزغيرة آآ موت البنت الزغيرة آآ برضو من الرموز اللي بتدل على ان الشخص ده هيواجه تحديات كتير. كمان هيوشهر شوية بآآ 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 يعني بديقة آآ كمان آآ من الرموز اللي بتدل على عادة آآ علاقات آآ مرة تانية آآ كمان لما تشوف ان بنته آآ يعني صحيت وانه هي بتلعب آآ فدي سعادة واستقرار في حياته الزوجية آآ بشكل عام. آآ كمان آآ رؤية آآ بنت آآ مجهولة آآ هي اللي آآ توفت او بنت غريبة هي اللي ماتت وشاف الرأي انه بيبكي آآ عليها. فده آآ مشكلة هيمر بيها وهتنحل. كمان من الرموز اللي بتدل على آآ علاقات آآ سعيدة او علاقات مستقرة آآ كمان آآ آآ من الرموز برضو لو شاف انه بيبكي على آآ آآ متوفية فمن الرموز برضو مبشرة لي آآ آآ بي الفرج. ده كده باختصار اهم من التفسيرات اللي متعلقة برؤية موت اللي بنت في المنام. آآ آآ اتكلمنا عنها بآآ شكل عام. معرفنا امتى بتكون رؤيتها محمودة وامتى بتكون رؤيتها غير آآ محمودة. آآ باتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. آآ لو في اي استفصار او سؤال اكتبوا لي تحت. وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة. وانا ان شاء الله وانا ان شاء الله وانا ان شاء الله يزياجي. عوه من روح محمودة. هل لي كنت م كنا citation بمك بشكل عامتات اهمية تستشعرى؟ لا تريد نقطة شاء الله. عوه من روح متوفية حالان. ترجمة نانسي قنقر